بسم الله والحمد لله والصالة والسلام على الرسول لله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة شباب نحلم على بعض البكرة العاشر من تدقي كتاب كيان الكيان. الكتاب كيان المراجعة النهائية للسنوية العمل. وانت جديد في القناة متنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك. ولو انت قديم في القناة خليك مشترك اعمل لايك. عشان نقدر نكمل محتوى الهادي في مجانة لكل الطلبة صلى الله عليه الصلاة والسلام وإحنا يا شباب إن شاء الله مع بعض نخلص الكتاب ده كله إن شاء الله مع بعض نخلص كل الكتاب ده أول حاجة التعبير الشعب للناس قديما مقولة من أصيب واجع في بطنه يشوفي بكوب نعناع وقد ذكر أحد الباحثين في علم النباتات الطبيعية أن مشوب مغني النعناع يعالج أمراض الطلبات الجهاز الهضمي النموذة جهازة تبعى الكاتب في ترتيب الفقرة الناتين يتألف ومنهما المقال السابق مما يلي هي هما ظاهرة وتفسير مقدمة ونتيجة رأي ودليل زعم وتفنيد ركز معي باللعلك ظاهرة وتفسير بتختارها يعني ظاهرة وتفسير لما يكلمك عن ظاهرة علمية مثلا وفي الآخر بيجلبك التفسير بتاعها رأي ودليل إنت بتختارها رأي ودليل لو فيه مقولة مقولة الكاتب يقولها مقولة صحيحة وعدها بيأكدها بيجلبك الدليل عليها زعم وتفنيد يعني مقولة غير صحيحة مقولة فيها مخالفة مقولة يعني الكاتب بيزعم فيها حاجة وفي الآخر بيفندها يعني مثلا يقول لك إيه الإسلام انتشر بحد السيف طبعا ده مقولة ده مش حقيقة في الآخر بتجيب تفنيد للمقولة تقول لا ده ما حصلش عشان سيدنا وبكر عمل كذا وسيدنا عمر عمل كذا وكذا ده اسم وإلي اسمه زعم وتفنيد يبقى لجابة صحية ولادها تكون ايه ده جابة صحية كل رأي ودليل ده رأي وبيجيب دليل بتاعه يعني هنا مقولة صحيحة اللي هو منقصيه واجع في بطنه وشوفيها بكوب ننع ده مجرد رأي وفي الآخر جابت دليل عليها يبقى لجابة الصحية تكون هي تكون رأي ودليل النموذج اللازي أما ماء البحر يحتوي عديد من الأملاح أخرى خلافة ملح الطعام مثل ملح إنجليزي أملاح البوتاسيوم أملاح اليود طبعا ده كله كلام علمي يبقى طبعا كتب بأسلوب علمي يبقى لجابة الصح تكون أسلوب علمي بجانب ساقية الماء وقف فتن يراقب قطيعه راضيا مطمئنا وها هي النعجته تتقدم متباطئة وتشرب هانئة تعود أدرجها متمهلة كأنها نالت جزءا من حقها في الهناءة والسعاد طبعا لو ركزت ما عمل حج هتلاقي إن فيه أخطاء ملاقية كتير هنا يعني مثلا مطمئنا فوت كده بكده فوت مطمئن مطمئن فوت كده بكده مطمئن الهمزة تكون على نبرة نفس الكلام في كلمة متباطئة وكلمة جزءا بتكتب كده كلمة جزءا بتكتب بالشكل ده طبعا ده كله يا جماعة اسمه إيه ده كله اسمه أخطاء إملائية ده كله عندك في أول درسة في النحو اللي هو إيه اللي هو قواعد الإملاء يعني والهمزات وكده يبقى طبعا من عبارة السابقة يمكن الحكم على كاتبها بواحدة مما يعني إجادة قواعد النحو استخدام كلمات العمية غربة الألفاظ عدم فاهم قواعد الإملاء طبعا هو مكانش فاهم النحو ومعندوش كلمات عمية مفيش ألفاث غريبة لكن مش فاهم قواعد الإملاء يبني اختار عدم فاهم قواعد الإملاء التعليق المناسب للصورة هنا فيه إيجابتين ينفعوا بصراحة السؤال ده فيه غلطة من الكتاب وفيه إيجابتين ينفعوا رجاله في صورة أب بجانبه وزوجته وأبنائه لو لك استماعيه أب وجنبه عياله لكن جابهم كرة وفرشين ملاية وشاي وعصيف ده كله ايه ده كله عاديم في الجنينة عاديم بقض وقت الفراغ هنا فيه إيجابتين ينفعوا استغلال الأسرة لوقت الفراغ طبعا ده صح واطربط الأسرة ليصمام أمان للأسرة يعين لازم الأسرة تكون متربطة مع بعض هنا به صح وجيم صح صد الله عسول الله عليه الصلاة طبعا ده غلطة ايه غلطة من الكتاب القراءة متحذرة يا جميع نخش على قراءة متحذرة طبعا جميع القراءة شرح في الوقت عشان نوفر في الوقت انا هنقرأها الوعي وانت تقرأها الوحدك وانا هنقرأ في الأسئلة على طول لكي نوفر ايه نوفر في الوقت ولو حد مش معك كتاب ممكن يقرأها معانا من الفيديو هنا الفقرة الأولى وهنا الفقرة الثانية ثالثة والربعة ونخش على الأسئلة صلى الله عليه الصلاة والسلام المعنى الدقيق لكلمة ردحا في بداية المقال ركز معي بداية المقال قال لك عاش أهل الخليج العربي ردحا من الزمن يعني درع ردح من الزمن من الآخر كده من السياق بتاعها حاولت استنتجها معي من السياق بتاعها بقولك الأهل الخليج عاشوا ردح من الزمن عاشوا بقى في الغربة والصفر في الصبر والرضا في الكفاح والخطر عاشوا في حاجة كتير جدا فترة من الزمن يبقى كم تردح من الزمن معناها ايه معناها فترة طويلة من الزمن يبقى طبعا مدة قصيرة سنة كاملة لحظة من الزمن مدة طويلة طبعا سؤال مباشر إجابة بساطكم مدة طويلة يبقى حاول تستنتج معي الكلمات من المقال حاول تستنتجها حتى لو انت مش عارفها أصلا ردح من الزمن قالك عاشوا ردح من الزمن يعدوا بقى يشتغلوا ويسفروا ويهجروا ويردوا ويزعلوا ويكتئبوا ويفرحوا يعني معناك أنه فترة طويلة مدة طويلة يبقى إيه بالصحة تكون مدة طويلة من الزمن العنوان المناسب للمقال السابق تنمية خبرات المواطن في مجال الصناعة يعني لازم ننامي بخبرات المواطنين في الصناعة طبعا ده غلط ما تكلمش عن كده أصلا في المقال علاقة الإنسان الخليجي بالبحر وبرده غلط وما تكلمش عن إسهام المواطن في تقدم الوطن بتاعه هو قالك أن العرب أو الخلايجة اللي عايشين يعني في الخليج عملوا إيه؟ حكى لك القصة بتاعتهم ما بين إيه؟ ما بين الحياة بتاعتهم أيام زمان والحياة دلوقتي حياتهم أيام زمان في الصحرة وحياتهم دلوقتي وهم أيه؟ وهم عايشين في النفط والبترول يبقى طبعا أصلا ما تكلمش عن إسهام مواطن في تقدم وطنه إيجابة أدقة تكون إنسان والحياة على أرض الخليج أصلا ده العنوان المناسب المقال وبين أوي نوع يصلح عنوان ليه الكلام ده؟ هو أصلا نتكلم في إيه عن المقال؟ في المقال اتكلم عن الإنسان في أرض الخليج والحياة على أرض الخليج كتتعمل إزاي؟ أيام زمان كانت حياة صعبة دلوقتي بقت أسهل شوية والإنسان أيام زمان كان قوي ودلوقتي لسه قوي ولسه بيطور البلد بتاعته يبقى الإجابة الصحة طبعا وأدقة تكون إنسان والحياة عموما على أرض الخليج يبقى إجابة أداقة تكون إنسان والحقيقة على أرض الخليج المغزى الضمني من المقال السابق إيه هو مغزى الكاتب من المقال يعني هو عايز يقول لنا إيه البحث عن كل جديد ندور حاجاتك جديدة طبعا ده غلط الخليج العربي مهد الحضارة يعني الحضارة تولدت في الخليج برضو غلط بالجد والكفاح نصنع المجد لو اجتهدنا بجد هنصنع المجد ولا جو في الأرض كنز طبعا جو في الأرض كنز دي بعيدة خالص فيش حاجة اسمها جو في الأرض كنز وهو فيه كنوز في جو في الأرض لكن مش ده الكاتب عايز يوصل لهم الكاتب عايز يوصل لنا إن إحنا لو اجتهدنا فعلا لو شدينا على نفسنا وكفاحنا بجد هنصنع المجد بتاع الأمة بتاعتنا زي ما الخليج عملوا في بلدهم يبقى لجابة الصحب الجدي والكفاحي نصنع أو المجد الوصف الدقيقة للإنسان العربي في الخليج من خلال الفقرة الثانية في الفقرة الثانية طبعا قالك إن الخليجة عملوا إيه الخليجة لما اكتشفوا النفط مفردلوش قاعدين في الصحراء لا بدأوا يشتغلوا بدأوا يتطوروا بدأوا يتطوروا من نفسهم بدأوا يجددوا عشان يواكبوا التطور يوما طبعا ده يوحب إيه السبات والاستقرار معتز بالعادات القديمة الجمول والتخلف المواكبة الجديد طبعا يجيب بصع تكون مواكبة لكل جديد العلاقة الضمنية ليت تربط الفقرة الثالثة بالفقرة الثانية لو ركستوا معي جماعة الفقرة الثانية قالك إيه قالك الخليجة اكتشفوا البترول الفقرة الثالثة قاعد يوضح بقى إزاي اكتشفوه قالك بقى بدأت الرحلة وبدأت المدارس وبدأت معاهد العلم والكليات وعملوا الجامعات ده كله إيه ده كله نتيجة اللي ما قبلها يبقى دي جابة الصحة تكون إيه لو ركست معي فقرة الثالثة تلاحظ ان الكاتب قاعد يوضح إزاي هم تطوروا هنا هو قالك فقرة الثانية قالك لابد أن يواكبها تغيير مماثل في إعداد الإنسان الخليجي واتجاهاته أيوة عمل إيه بقى أيوة يعني إيه اللي حصل وضح لي اللي حصل قاعد بقى يقول لك بقى بدأت الرحلات والمدارس والمعاهد والكلام ده كله ده اسمه توضيح للجملة يبقى اللي جابة الصحة توضيح الاستدراك ده يا جماعة يعني منع وقوع الفهم الخطأ الاستدراك يعني منع وقوع الفهم الخطأ يعني بيكمل الجملة عشان ما تفهمنيش غلط لكن ده ما كانش موجود عندنا طبع التعليل عارفينه والتقابة يعني جملتين عكس بعض أو فقرتين يعني عكس بعض يبقى اللي جابة الصحة تكون يا جماعة تكون توضيح صلى الله عليه الصلاة والسلام كيف حي الإنسان الخليجي بايزهور النفط يصنع حضارة وابن مجدن أصبح أمر مستحيل ذات لكن زماعي بالآيكش إلا أنه مظهر لتأكيد الذات لكن زماعي بالله عليك لما تلاقي إلا أنه دي اختار الجملة البعض إلا أنه الجملة البعض إلا أنه بتكون هي الجملة الأقوى يعني هاي بقولك إيه بقولك إنما هما اكتشفوا النفط الجديد ده يعتبر حلقة جديدة في حركة الحياة طيب ده صح لكن إلا أنه يعد مظهرا لتأكيد الذات بقى صح يعني قالك مع إن دا يعتبر الحلقة جديدة في حركات الحياة الا أن ذلك يعد مظهرا لتأكيد الزات يبقى الأقوى في الجملتين هنكونجملة لبعد إلا أنه يبقى ليجابه صحيح تكون إيه إلا أنه مظهر لتأكيد الزات زي كده نقول مثلا محمد زكي إلا أنه العقري نقول ايه هو زكي لكن هو أكتر من كدا عبقري يبقى نأكد أليق tới أكد عبقري بتاعته ليجابه صحيح… إلا أنه مظهر لتأكيد الزات الله عز وجل الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول قرأت المقال واجاء في ذهنك واجاء في ذهنك ايه مال ان الكاتب لما تطلق لفكرة ما في مقالك في فكرة مهمة لازم الكاتب يقولها مالهاش الوصف الجغرافي لدول الخليج طبعا دي مالاش اي علاقة هوصفها جغرافيا ليه مش هتفرق اصلا معي في المقال بيان سمات الشخصية الخليجية طبعا هو ذكر سمات الشخصية الخليجية قال لك ان هم متطورين ويجتهدوا الكلام ده كله علاقة الخليج بالدول المجاورة برضو غلط هو اصلا ذكر العلاقة دي في المقال عندنا قال لك ان العرب بدأوا يوفدوا يعني بدأوا يجي من كل انحاء العالم عشان يشتغلوا في الخليج ما ذكرهش اصلا علاقة الدول وكام ده كله او ذكر علاقة الشعوب ببعض طبعا دي مالاش اي لازمة الاجابة الصح تكون جيم كيفية الحفاظ على ثروات الخليج طبعا دي مهمة جدا هو ذكر الثروة بتاعت الخليج وازاي بقى متطورين واغنية جدا كل مفروض يقول ازاي بقى هنحافظ احنا كعرب او احنا كخلاي جاياني على ثروات الخليج يبقى اللي جي بالصح كيفية الحفاظ على ثروات الخليج نخش على المقالة التانية جماعة هنا الفقرة الاولى فقرة التانية فقرة التالتة فقرة الرابعة فقرة الخمسة نصد على سؤول الله يا سيد السلام السؤال الاول لمضادة دقية كاملة برزت في الفقرة السانية هو قال لك ايه قال لك في الاول برزت هذه الفكرة الوجود منذ ما يقرب من 23 سنة يعني الفكرة دي ظهرت للوجود برزت معناها ظهرت عكسها اختفت طبعا يبقى دي جيه والصح تكون ايه تكون اختفت حاجة بتظهر حاجة بتختفي المراد من قوله عنان السماء هو قال لي في الفقرة الرابعة قال لك المصعد ده ممكن يطلع بيك عنان السماء يعني ايه عنان السماء يعني فوق من الاخر كده عنان السماء يعني ما علم السماء ما ارتفع من السماء قال تعالى في الحديث القدسي يابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني ايه يعني فوق لو ذنوبك تلعت فوق اوي يعني معناها الجهب يعني معناها الارتفاع طبعا الأجرام السماوية بعيدة يعني المجرات اللي حولنا طبعا ده غلط الكواكب الأخرى برضو غلط ما ذكراش الكواكب ولا ذكر النجوم لقاء بساطة تكون الف ما علم منها وارتفع يعني ما علم من السماء ما ارتفع من السماء يعني الحاجة العالية من السماء ولا خيال علمي ولا حقيقة ولا رأي هو قال لك ايه؟ قال لك اننا عايزين منسبش الموضوع ده خيال علمي قال لك عايزين نجتهد ليصبح ايه؟ طبعا ليصبح حقيقة عايزين نعمل مسعد او اسنسير يعني يطلع بنا لحد الفضاء عايزينه يبقى حقيقة يبقى 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 الساعة تكون حقيقة ما تفسط الجزئية المباشرة واردة في المقال السابق يعني حاجة من دول التي كانت بذكرها بطريقة مباشرة في المقال السابق ذكر ايه بقى؟ تصميم وكاية نسب مسعد نقل الناس في الفضاء طبعا ده غلط هو قال لك وكاية نسب بتفكر بقى لك ان هما صمموا مسعد بالفعل تصميم ارثا كلارك الاول مسعد برده غلط ارثا كلارك كان بيفكر برده ما عملش مسعد الكابل المعلق للفضاء سيكون متثبت بقوة الجاذبية الارضية برده غلط ولا كيكون متثبت بفعل القوة الطرد المركزية مش الجاذبية الارضية يبقى غلط يبقى يجيب بساطة كوندال دولان الارض حول نفسها يساعد تسبيت الكابل المعلق في الفضاء طبعا هو ذكر الكلام ده في النص اللي عندنا ما ذكره هو كاتب عن كتاب نفرات الجنة في الفقرة السنانية لغته وسنة النشر ده يعدق فكرة ناقصة ولا زيادة ركز معي هو قال لك الكلام ده كله ذكر في كتاب نفرات الجنة حلو قوي وقال لك اللغة بتاعته وقال لك سنة النشر لكن هستفدت ايه لما انت قلت لي، هو الكتب من الانجليزية هل سيفرها حاجة لما تقول له كتب الإيطالي ليس هيفرق أي حاجة يبقى اكيدا لو ما ذكر اللغة بتاعته دي فكرة زيادة لا تخدم موضوع أصلا فكرة زيادة ملاقش أي خدمة بموضوع فكرة زيادة لو شلتها هتلاقي جملة عندك ماشي عايدة وتلاقي الموضوع عندك مفهوم عادي جدا ومفهوم يعني يبقى لجابة الصح تكون فكرة زائدة لا تخدم موضوع من الأساس ملاقش أي لازمة يبقى لجابة الصح فكرة زائدة يمكن نوصل ما ذكره بالمقال بأنه حقيقة فانتازيا وجهة نظر خيال علمي طبعا فانتازيا دي بعيدة خالص فانتازيا دي ده نوع من الأدب بيكون فيه تراجي دي وكوميدي في نفس الوقت ده نوع من الأدب مش عليك يعني حقيقة دي يعني حاجة حقيقية وجهة نظر يعني مجرد رأي لكن مفيش دليل عليها خيال علمي طبعا خيال علمي يعني يعني حاجة علمية بنفكر بطريقة خيالية ممكن تحصل في المستقبل طبعا الجابة صنع تكون خيال علمي عنصورة للمستقبل ممكن يحصل فعلا في المستقبل هو قالك اصلا في اول مقال مش عايزين نسيبه خيال علمي معنى كأنه هو اصلا خيال ايه خيال علمي من خلال مهارة التنبؤ التوقع موقف الانسان اذا دعي يكون اول راكب لهذا المسعد يعني راجبنا الانسان قول له ايه انت اول واحد هتجرب التجربة طبعا بالمنطق يعني هو قالك ايه بالمنطق بالتنبؤ والتوقع بتاعك هل هيوافق بالتردد هوافق بالتفكير هيرفض تماما ولا هينتظر نجاح التجربة طبعا سؤال مباشر اللي جابه صح تكون انتظار نجاح التجربة طبعا لو انت قالك تعالى كده اجرب اطلع اثنين وعشرين الف متر فوق سطح الارض وانت اول واحد هتجربها طبعا هتترعب ومش هتعملها فاصلا في الغالب او يعني بالمنطق كل الناس هترفض يبقى انتظار نجاح التجربة وانتظر مجربوها على حاجة الاول وبعدها بقى روح يبقى طبعا منطقيا يا جماعة نختار دال يبقى في الاسئلة زي دي بتختار اجابة اجابة بالمنطق اجابة ايه اجابة بالمنطق ما تتفزلكش في الاسئلة دي حاول ما تتفزلكش يبقى ليجابة الصحية يا شباب هتكون هي تكون دال السيرة الذاتية افساد احترال حسين سيرة الذاتية بقوله لا يذكل لهذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعوا حيث وضعوا الله من الشهر والسنة بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه مش فاكر اليوم ده اصلا بالضبط طبع قلنا جماعة ومش فاكر ليه قلناها في اول القصة عشان بعد الاحداث الاحداث حصلت ايام زمان قوي وكان فيه فترة زمنية بينه وبين ايه بينه هو بيحكي الوقتي بينه هو معجز وكبر وبيكتب القصة بتاعته وبينما كان طفل صغير كان فيه فترة طويلة يؤسوه ذاكرة الصبيق اصابة الصبيب الزهيمر سرعة نسيان الصبيق طول العهد بين الحدث وزمن كتابته طبعا الجيب بساطة تكون طول العهد يعني طول الزمن بين الحدث وزمن الكتابة من كتب السيرة ذاتية كتاب انا للعقاد يفهم من عنوان الكتاب مقارنة بكتاب الايام ركز معيه هو قال لك يعمل حاج السيرة ذاتية للعقاد اللي كتبها يعني العقاد عام السيرة ذاتية وسميها انا بيتكلم عن نفسه بيقول انا حلو قوي لو قرناها بقصة الايام هنستنتج ايه استخدام العقاد عند الحديث نفس الضمير يجب ان يستخدمه طبعا غلط كان احسين استخدم ضمير الغائب إنما العقاد استخدم المتكلم يعني لكنهم هينفع أضفى العقاد الموضوعية والحيدية على القضياته الزاتية برده halfs لماذا هذا كلام cute قال؟ لكا نحن قل Labor nope قلنا في قصة الايام طاع حسين طاع حسين اضفى الحيدية والموضوعية عشان استخدم ضمير الغائبuar عن اتع arkadaş قد يشعر القارق اتجاه الكتب العقاد بنحياز الكتب في نفسه طبعا هيدي Rogue الصح. انت كقارق يعني لما تيجي تسمع العقاد بقول انا بيتكلم عن نفسه ممكن تحس بنحياز. هيتكلم عن نفسه كبير بقى. هيدخم نفسه شوية. هيقعد مثلا ايه ينحز نفسه. يفتخر بنفسه. فانت كقارق من الوهلة الاولى كبير من النظر الاولى هتحس بكده. يبقى طبعا اليادة الصح هتكون جيم. انما ده اللي مش هتنفع ليه. طريقة العقاد في التنوية السلطة الزاتية طريقة غير مألوفة للقارق. برضه ده غلط. ليه الكلام ده؟ عشان اصلا كل كتاب السلطة الزاتية بيكتبوا بضمير المتكلم. كلهم اصلا بيكتبوا بضمير المتكلم. معادة طبعا حسين هو اللي كتب بضمير ايه؟ بضمير الغائق. يبقى الجيابة الصح هتكون جيمة. صلى الله عليه الصلاة والسلام. سؤال سهل. سؤال صعب قصدي لكن حلو. سؤال حلو. بعد حفظ الصبية للقرآن اضاف اللفظة الشيخ للصبي والهدف من ذلك برأي الصبي. رأيه ايه بقى? رفع تشأن الصبي بيان فضل سيدنا. تشجيع الصبي. حب التباهي. طبعا سأقول مباشر الاجابة الصح هتكون دال. قلنا قبل كده يا جماعة في القصة انطاع حسين. لما حفظوا قرآن الكريم ابوه واموه سموه الشيخ. ليه سموه الشيخ؟ التكبرا منهما. عشان بيتكبروا من عشان يفتخروا عن الناس. يقولوا احنا ابننا شيخ. يبقى الاجابة صح حب التباه والافتخاء. ما خلوا وصف الصبي لمجلس ومجلس اخيه في غرفتين بالقاهرة. ما استمتك ايه? توضع الصبي حب الفتاة الازهري للمظاهر. زهد الصبي تأصل صفة الاثرة لدى الفتاة الازهري. طبعا لو ركزت معي. الصبي ما كانش عنده توضع. بالعكس الصبي كان نفسه يبقى زيه. كان نفسه يبقى زي اخوه. ما كانش عندها زهد الصبي. يعني الزهد لا يعني يا جماعة. الزهد لا انت في لديك حاجات كتير قوي. لكن انت بترضى بالقليل. طبعا ده غلط. الصبي اصلا ما كانش عنده حاجة. ده كان فقيل ومتبهدل يعيني. الاجابة ستكون ده التأصل صفة الاثرة لدى الفتاة الازهري. يعني الفتاة الازهري كان انانية. الانانية. الفتاة الانانية كان عنده انانية. ليه الكلام ده? قلنا ابلا كده فتاة الازهري كان عنده ما شاء الله سرير حلو. وعنده مكان حلو بيقاط فيه. وكلام ده كله. وكمال بالبن كان طاعه سين قال لنا في القصة ان اخو كان بيشرب اللبن وكان ايه كان يستأثر بنفسه. يعني اخو كان بيحب يأخوlerin حاجات له وكونش بيدده وكانش بيدده وكانش بيدده يا ايه ما كانش بيدده يددها لطاعه سين نفسه. فلا perfectly those strong در CPA cranshanes na sevens up we talked to the قصة ان هناك ان اخو كال collaborated самые اثرة لديه انانية. يبигрى الاجابة ستكون ده التأصل صفة الاثرة لدى الفتاة عيلي؟ הذي هذه الاجابة للأضرقة اخبرنا الصبيف السادس resentatii ان ما اكتسبوا من العلم بالاحياء والاحياء وشغونها والاحياء في القاهرة لا يقل لك خطرا عندما تعلموا في القاذر EA تقلاح احصية الديم في القصة انا هو اتعلم من التعامل مع الناس وتعلم بالحياة حموما في القاهرة حاجات كثير جدا زي بالضبط الى العلم على الأزر يعني اتعلم من الحياة وتعلم من العلم اجابة الصحية تكون هي علم الازهر لا يعدله على علم طبعا غلط خطورة القاهرة برضه غلط الأول بالتلازم بعلي الفئر والحياه ولا أنكر الصبييie للفضل الأزهار الطبع انا لمضا أنكر فضل الأزهر والتي جاء النجرة بصلتِ بين العلم والحياه العلم والحياه قد國家 تنمalu هؤلثs الثوبية وتعلمها العين مع بعض كان الشيخ الشنقتي كائمة عمر مصروفة الكون الشيخ الشنقتي ربما ترى كائمة عمر مصروفة و متعرق Denis ، لكننيxiه القالب بالت��겠습니다 لكن widget كائمة عمر مصرفة التي عملته ما يريد أيضا ترك الجدال. تقديس اراء القدماء. رأي صواب يحتمل الخطأ. طبع الاجابة صح يا شباب تكون الف. وجوب التصدي للرأي المخالف. هم كلهم جامعوا مع بعض كده وراحوا. رغم علش انت كلام انت بتقول ده غلط. كلام مخالف لللغة العربية. ده اسمه ايه? وجوب التصدي للرأي المخالف. لو فيه رأي مخالف لازم نتصدر. يبقى الاجابة صح تكون ايه? وجوب التصدي للرأي المخالف. بعد كده عندنا النصوص المتحدرة المحتوى. طبعا عشان نوفر في الوقت برضه. د كل واحد يقرأ الواحده عشان نوفر ايه نوفر في الوقت. هنا فقرة الاولى هي والفقرة التانية. الفقرة التالتة الاخيرة او بقية الفقرة التانية وبعدها نخش ايه نخش على الاسئلة. صلى الله عليه وسلم. المعنى الدقيق كلمة الغبراء في الفقرة الاولى. لك يا زماني كلمة الغبراء دي يا جماعة معناها الصحبة. كلمة الغبراء في المعجم معناها الصحبة. لكن لك يا زماني قد تركب لكده احنا منجيب المعنى الدقيق للكلمة. يعني من السياق بتاعها. من السياق الكلام. هو قال لك ايه يعم وَمَنْ يَطَقْ وَبِنَعْلِهِ هَمَ الْجَوْزَاءِ مقرنه ciao طبعاً يا جماعة كواكب الجوزاء لقد قلناها بكده كواكب الجوزاء وهمًا الآمالجوزاء iberius يعني هذه النجوم في السماء يعني أرضي السماء العليا وَمَنْ يّطَقْ بِنَعْلِهِ هَمَالجوزاءِ يعني الله علوИ كهيم 감사합니다 يطلع للكواكب و النجوم فوق ومن ينامه على بصاط الغبراء طبعا بصاط الغبراء أي يعني ما aqui؟ ومش أصد السحراء بقصص الصحراء مش describeanta lard يعني واحد في السماء الأمatte غير واحد في الأرض جوزاء عكس الغبراء طبعا بضماء أصد السماء والغبراء الأرض يبقى كيمة الغبراء فين ممتعه ما يعني거를 بالصحراء كيمة الغبراء مثلا معناها الأرض يناموا على الأرض الصلاة والسلام الفكرة محوالية حولها النص مشَي مقاربت حقيقة الدنيا، لابد أن نعرف الدنيا وحقيقتها وتقلباتها إنها يوم ليك ويوم عليك مش كل يوم هتبقى معاك طبعا دعوة للتفاقل ونفذ التشاؤم نازم نكون متفاقية ونبعد التشاؤم لحزن ده يجب التخلص منه نازم نخلص من الحزن كيفية مواجهة غدر الزمان طبعا للكيس تماعي الكاتب أصلا كان بيأكد على حقيقة الدنيا كان بيأكد على حقيقة الدنيا وقال لك إن الدنيا دي يوم ليك ويوم عليك يوم هتبقى معاك يوم هتبقى ضدك يبقى اللي جاء على بساطقكو معرفة حقيقة الدنيا وتقلبتها يعني كل يوم بتتقلب مش كل يوم معاك يبقى اللي جاء على بساطقكو معرفة حقيقة الدنيا المحسن بدية في قوله كلما فات مقرب وإستعصى عليك مطلب طبعا للكيس به diaphragm الناس ت motionsككي مقرب ومطلب ده من خلال النص السابق يمكن نوصل منفلوت اللي هو الكاتب بلدق الأفق يعني كان جاهل كده مخه وديق التشاؤم كمتشاؤم وحزين عطول الميل اللي حزن كان حزين عطول خبراته بالحياة طبعا إجابة الصح سؤال مباشر يكون خبراته بالحياة كان شخص خبير جدا وعديه عنده خبرات في الحياة حتى هو في المقال ده بيديه خبراته بيديه خلاصة خبراته في الحياة إجابة الصح خبراته بالحياة قول المنفلوطي في الفقرة الأولى فجدير بك أن تطلق نفسك في سبيل الحزن عنانها كما فاتك مقرب أو استعصى عليك مطلوب هو في الفقرة الأولى قال لك يعمل حاجة ركز معي في الفقرة الأولى قال لك لو أنت فاكر قال لك إن كنت تعلم أنك قد أخذت على الدهر عادة أني كنت لك كما تريد في جميع شؤونك وأطوارك وقال لا يعطيك ولا يمنعك إيه لك ما تحب وتشتهي يعني أنت لو أنت فاكر في الدنيا دي أن كل حاجة بتحلالك هتحصل لك كل حاجة أنت عايزها هتحصل لك وأي حاجة وحشة عايزها تبعد عنك لو أنت بالسزاجة دي أو بالهابل ده يعني فجدير بك قال ساعتها بقى روح يعمل إيه أن تطلق نفسك في سبيل الحزن عينانها يعني ساعتها روح يحزن روح عيط يعني روح يبكي كل ما فاتك مقرب أو استعصى عليك مطلب يعني كل ما حاجة تصعب عليك أو حاجة تبقى صعبة عليك روح عيط ويبكي بقى إيه وروح يعني إيه وقعد عيط طبعا الكاتب هنا بيستهزأ بالقارئ ده اسمه إيه يا جماعة ده اسمه استهزاء أو تهكم أو صخرية ده اسمه تهكم وصخرية ركز معي هو هنا بيقول لو أنت فاكر أن أنت أي حاجة بتحبها هتحصل لك وأي حاجة وحشة هتبعد عنها هتروح عنك خلاص كده لو أنت فاكر كده أصدل أن أنت سازج بيقولك إيه بقى بيقولك بعدها فجدير بك لو أنت فاكر كده يعني أن تطلق نفسك في سبيل الحزن عينانها روح يعني أطلق عننا الحزن نروح عيض بقى وابكي براحتك عشان الحياة طول عمرها هتبقى كده الحياة عمرها ما تديك كل اللي أنت عايزه ولا عمرها هتمنع عنك اللي أنت مش عايزه فطبعا ده اسمه إيه ده اسمه تهكم وسخرية تهكم عين سخرية شعب يسخر من القارئ بيسخر إيه بيسخر منه يبقى لجابة صح يا أولاد هتكون إيه هتكون التهكم وسخرية الشعب هنا مش بينصحك شعب يتريق عليك وقولك إيه لو أنت فاكر كده يبقى أحسن لك تروح تعيض بقى وتبكي أحسن لك ده اسمه متأكم وسخرية يبقى لجابة صح تكون إيه يا جماعة تكون التهكم قالوا اللي بيانا في قوليه ساكن القصر وساكن الكوخ لكن بيكلم عن الشخص ساكن القصر والشخص ساكن الكوخ مين هو ساكن القصر؟ الغني مين هو ساكن الكوخ؟ الفقير المعدم يبقى بيكلم عن شخص ده اسمه موصوف يبقى لجابة صح يا جماعة تكون إيه تكون كناية عن موصوف من هو موصوف ده هو الشخص الفقير والغني يبدى بأي جابة صح كناية عن موصوف اصلى الله عليه الصلاة و السلام يبه هنا الكتب قال ساكن القصر والساكن الكوخ قصله الشخص ساكن القصر كناية عن موصوف اللي هو من ؟ اللي هو الغني والشخص الساكن الكوخ اللي هو مين ؟ اللي هو الفقير طب فيه الناس توب ام حمد ينفع nagyon مجال المرسل علاقاتهم المحلية هو ذكر المحل وقرأت من ال είكم داخل المحل authون ان هذا البعض! الكلام الى لاها جماعة؟ هو ما ذكرش المحل ما ذكرش المكان هو Быعا ذكر ساكن المكان eso ya bene فمن المش ينفع أصلا ميح مش نفعنة حلاقته محلية لو كان قال القصر وهي تكوخ بس كنت أقولك ماشي حلاقاته محلية لكن مش ينفعا ايب И جابه الصحي Ramsay عن موصوف الهو مين اللي هو الغني والفقير LO لو ايه اللي هو الغني والفقير اي 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 اياز الكنت好啦 having to be the quantumpan ادبي allora علمي و متعدب و علمي ادبي طبعا يا جماعة كان كله أسلوب أدبي. ما كانش فيه علمي خالص. ما كريمش عن فيزياء ولا كيميا ولا أحياء. كان كله أدبي. يبقى لجاب الصحيب أدبي طبعاً اجتماعي. طب ليه أدبي اجتماعي محمد؟ تركز معي. أدبي اجتماعي ليه؟ مش أدبي فلسفي. فلسفي لو يتكلم عن قضية فلسفية أو فيه تأمل. فلسفي لها تأمل. يعني يتأمل في الكون. يتأمل في نفسه. يتأمل في حاجة معينة. فيه تأمل. وفيه تفكر. لكن ليه كان اجتماعي. اجتماعي. ليه اجتماعي؟ كان بيناش قضية اجتماعية. اللي هي ايه؟ مشكلة تقلبات الزمن. مشكلة الصبر على الزمن. الصبر والقناعة اللي بتواجه الناس. الناس فيه ناس لأسف مقداروش يقنعوا بالحياتهم. وفلاش مش بيصبروا على الشدائد. فبيحزنوا. فبيكتئبوا. فبيناش قضية اجتماعية. بينصح الناس. يبقى لجاب الصح. هيكون اجتماعي. مسابقة الصيب المنفروطي في النص كل ما يلي معادة. الترسل وعدم تقايب السجع استفاء الفكرة. ربط الأسباب وسببتها التكلف في الزخراف اللفظية. طبعا هنا كان عنده ترسل وعدم تقايب السجع. موجود عندنا. هي ترسل compartil. يعني ترسل استرسال استرسال يعني ايه. يعني الكاتب بيجيب السجع لكن مش على طول يعني مش كل كل كلاته مسجوع كله السجع. لا كام يجيب كلام عادي. بطريقة عادية. فده اسموة الترسل استفاء الفكرة بالاطماب لها يعني اوفى الفكرة يعني جاب الفكرة كلها وشرحها كلها بالاطماب. يعني قاعد يطول في الفكرة طبعا الكلام ده صح وقاعد يطنب قاعد يشرح ويقول فكريته ووجهة نظره ربط الاسباب ومسبباتها يعني بيقول لحاجة وسببها لحاجة والسبب بتاعها فبيقول لك هنا الحزن بتاعك والسبب بتاعه ايه القناعة وسببها ايه الكلام ده كله بيقول لحاجة والسبب بتاعها لكن ما كانش عنده تكلف الزخراف اللفظية تكلف الزخراف اللفظية يعني تكلف المحسنات يعني يعني يقعد بقى يجيب طباق كتير يقعد يجيب سجع كتير جناس كتير، ازدواء كثير، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تكلف في الزخرافة اللفظية لكن الكاتب كان بيتكلم بطريقة عادية جدا يبقى لجابة الصح التكلف في الزخرافة اللفظية من خلال فهم الفقرة يمكن وصف ما ترقب زوال النعمة انها وساعدة بها بالشقي المخبول السعيد وما تشاهد طبعا لجابة الصح تكون السعيد هو قالك الشخص اللي بيتجيله نعمة وبيترقب الزوال بتاعها بحيث لو راحت او لو قعدت مش هتفرق معاه ده اسمه السعيد يبقى بالصح تكون السعيد قول الكاتب في نهاية الفقرة الاولى وإلا فقد أعد لفراقها عدته من قبل ده اسمه يا جماعة ده اسمه اسلوب شرط اتركب لكده لو قدتك مثلا ايه؟ ذاكر وإلا ترسب يعني زاكر وإلا تفعل ذلك أو وإلا تزاكر يعني ترسب يبقى إلا هنا لو قبلها طلب وبعدها يعني في المضالة مجزوب ساعتها بتكون ايه؟ ساعتها بتكون اسلوب شرط حذفنا الفعل بتاعها يعني مثلا قدتك زاكر وإلا ترسب أصل الجملة وإلا تزاكر ترسب حذفنا فعل الشرط اللي هو تزاكر وترسب ده جواب الشرط يبقى طبعا ده اجاز بحذف حذف فعل الشرط يبقى ده اجاز بحذف ايه؟ حذف فعل الشرط يبقى خلي بالك من إلا سعب بتكون إن ولاة اللي هي يعني اللي هي إن أداة شرط ولا نافية بسيط للحصول له عليه الصلاة والصلاة قال خليه مطران بيقولي بقى خليه مطران بقولي يا مصر أنت الأهل والسكن يا مصر أنت الأهل إيه أنت الأهل والسكن وحيماً على الأرواح مؤتمن حبك عهدك في نزاهته والحب حيث القلب مرتهن يعني الحب بتاعك أو حبي لك يعني موجود حيث ما كنت حيث ما كنت لو أنت في أي حتة حبي هيفضل معاك على طول يعني بقول الحب بتاعك مرهون يعني حبي ليك يعني مرهون مطرح ما قلبي يروح لو مطرح ما أنت تكوني يعني موجودة ملء الجوانح أصده طبعا إيه حبي ملء الجوانح أو هو يعني ملء الجوانح يعني طبعا حزفنا المبتدأ ركز معي هو ملء الجوانحي ما به دخل الدخل هو العيب أو الداء أو المرض ده كله معنى كلمة الدخل مهم ملء الجوانحي ما به دخل يوم الحفاظي وما به دخل زاك الهوى هو سر كل فتن هو سر كل فتن منا توطن مصر والعلن هو شكر ما منحت وما منعت من أن تنغص فضلها المنن هو شيمة طبعا كل هذا بكلمة عن الحب هو شيمة بقلوبنا طهرت عن أن تشوب نقاءها الظنن أي الديار كمصر ما برحت روضا بها يتقيد الزعن يعني أي الديار كمصر هل في بلد زي مصر ما برحت روضا يعني ما زالت روضا بها يتقيد الزعن الزعن يعني الراحلة يعني أصده هل في بلد زي مصر روض زي مصر يعني لسه الناس مش عايزة تسيبها يعني أصده ببلد كده الناس مش بتسيب مصر اللي بيخش مصر مش بيطلع منها هل هناك بلاد مثل مصر ؟؟ المعنى هو كلمة دخن في البيت الثانى البيت الثالث دخان رماد حقد فساد لوم وعتاب سواد وضباب طبعا كلمة دخن سعب بتيجي بسواد سعب بتيجي بمعنى كلمة سواد وسعب بتيجي بمعنى كلمة دخان وسعب بتيجي بمعنى كلمة حقد طب اختلعني واحدة فيها محمد حسب السياق لك ازمعي بقول الحب بتاعك ملء الجوانح يعني مغرق قلبي ما به دخلون مفوش اي عيب يوم الحفاظي وما به دخنوا مفوش دخن هلقول مفوش سواد وضباب طبعا دي بعيدة خالص حقد الحب بتاعك مفوشي مفوش حقد انا مش بحقد عليك يعني الحب بتاعك حب صافي مفوش حقد مفوش حسد مفوش فساد مفوش اي حاجة وحشة حب نقي طاهر نظيف يبقى ايجاب الصح حقد ايه حقد وفساد هي قد بيت الثالث في بيت الثاني نتيجة تعليل تأكيد تكميل لك ازمعي عمل حاج البيت الثاني بقول اي عمل حاج حبك عهدك في نزاهتي الحب بتاعك في بيت الثاني بقول حبك عهدك في نزاهتي يعني الحب بتاعي عامل زي العهد بتاعك ايام زبان في النزاهة بتاعته يعني في عزة شبابك الحب بتاعي متجدد و الحبه حيصو القلب مرتهنه يعني الحب بتاعي بيكون موجود مطرح مالقلب بيكون مرهون يعني مطرح مالقلب يروح يعني مطرح ما انت تكون موجودة يعني من الاخر كده و بيوصف ايه بيوصف الحب بتاعه بعدها بيكمل الحب قول مايförمل ملء الجوانع alternate حب بتاعك ده ملء الجوانح مغرق قلبي ما به دخل ما فوش اي عيب يوم الحفاظي ما به دخل ما فوش اي فساد ما فوش اي حقد فهنا بيكمل على الحب اللي فات يعني هو في البيت التاني هنا بيقولك الحب بتاعه عام ازاي الفيت الثالث بيكمل يقول الحب بتاع snake مغرق الجوانح بتاعي ما غرق قلبي وبهدلني ده كله تكميل يبال إجابة الصحة ولادي أتكون Avecולhouseس تكميل طبي packet تكمل المهم تكميل للآخر يعني بيتكمل الجملة جملة بتكمل جملة. لو شلتها تشعلي تحس الجملة مقصوصة ل state كيف الأساس هول س علي تكميل فلا تكمل باش هينفع اي حاجةめ اللي ا Herz st båar مش هينفع نتيجة ليه reasons for what happens عشرانه قصب بيتكلم عن الحب يعني فبيته التاني بيتكلم عن الحب برضه بيتكلم عن الحب فمش نتيجة لا ا bagus يعني نتيجة الحب الابليه لا دي مش نتيجة نتيجة لمن قبلها خاطص ومش تعديل اصل ومش تأكيد برده بابك. والحب بتاعي موجود اصلا ناحية مقلبي يكون مرهون. وفي الاخر بقى بيوصف الحب بتاعي مغرق الجوانح بتاعتي. مغرق قلبي. وبيقول انه ما فيوش اي دخن. فيوش اي فسادة. فيوش اي عيب. ده تكميل. بيكمل على الجملة اللي قبلها. يبقى اللي جاء بالصح او ادقها تكون هي تكون تكميل. صلى الله الله عليه وسلم. تشير ده الشعرية الى بيت السابع الى ايه? مصر صخرة الصمود. مصر جنة الله من وطنها تعلق بها. هضاقك مصر متنوعة الرياحين. مصر مهد الحضرات. طبعا بيت السابع بقول اي حد يدخل مصر مش هيخرج منها. ده اصده في بيت السابع. يبقى اللي جاء بالصح تكون هي. مصر جنة الله من وطيئها تعلق بها. اللي بيخش مصر بيتعلق بها عمره ما هيسبها. يبقى اللي جاء بالصح. مصر جنة الله من وطيئها تعلق بها. اكثر ما طرام من واهدفهه من ذلك تفسير وتوضيح تأكيد وتخصيص تجدد الاستمرار وثبات الاستمرار اقولناها بلكده يا جماعة الجملة الاسمية تفيد السبات الاستمرار انما الاسم هو اي ده الجملة الفعلية أو الفعلية المضارع يليز تجدد لاستمرار والاسحضار استولة. الفعل Hou fluoresت على استرمывая Walahal same-lel, استحضار استولة. واسم الفعل برضه يليزت تجدد الاستمرار. انما الجملة الاسمية تفيد السبات والاستمرار. إبقى اللي جاء بالصح هتكون ده للثبات والسلام رسالة. قوله والحب حيث القلب مرتهن واتنبي الاعتراض. افاد ايه? لك اذا ما عمل حاجة. هو اصلا قال فوق ايه? حبك عهدك في نزهتي لحب بتاعي. اعمل زي عهدك في النزهة بتاعته. يعني في اه في ايام شبابك. بعدها بقول ايه? والحب حيث القلب مرتهن. والحب اصلا بيكون موجود نحية ما القلب يكون موجود. طبعا الكاتب بيأكد على ايه? بيأكد على فكرة الحب. يبقى اللي جيلة بص عالت تكون ايه? تكون تنبيه. كنت بس عامل اتنبي الاعتراض أكد. عايز ينبيهك وعايز يأكد على فكهة ايه? على فكرة الحب. من ش انفبر احتراص يعني ايه ? ناقننا بجأة نبي الاحتراص يعني جملة لو شلتها معنى جملة هيتقلب خالص. اتنبي الاحتراص ده. لو شلته من الجملة يعني جملة الاعتراضية. لو شلتها. تحست انه معنى جملة طلب خالص. ممكن تفهم الجملة غلط. عشان كده حاط Żrek نجم harassment اعتراضي دي للاحتراث يعني احتراث يعني ايه منع القوع الفيلم القطع عشان ما تفهمش الجملة غلط طبعاً هنا فيش الكلام ده خالص وتشويدي لو الشعر بيشوقك لحاجة معينا والشكل هو بيشك اصلا اطماب الاعتراض غرض والشك بيشك في حاجة لكنه مش بيشك في الحب يبلغ جيب الصح واداك هكون التنبيه وكمان هكون التمكن يعني التمكن يعني التمكن يعني الحب متمكن من القلبه هو قالك هنا والحب حيث القلب مرتهن يعني قلبي بيكون مرهون نحية مصر وحب مرهون مع قلبي يعني حب ماشي مع قلبي على طول اللي وهوة اصلا تبع مصر فهي اصلا يحب التمكن يعني مصر متمكنه من قلبه كاين مصر لم يغذاء قلبه يبقى الأقل يا ولادة تكون التنبيه و التمكن الصورة بينها في قوليه الجوانح طبعاً الجوانح قصدو اعمى حكم الجوانح مقصوبا بها عظام القافص الصدري الدلوع يعني ذكر ايه Mini في القاف Lei من الجهة من القافص الصدري فينا يذكر ايه ذكر الدلوع هو اصلا 뭐 وهو قصد ما بداخل الضلوع وهو إلي هو القلب فذكر المحل وأراد ما بداخل محل اسمه مجاز مرسل علاقته المحلية وقوله مبرحة روضان يعني مازالت روضان ماذا اللي مازالت هي؟ مصر يعني فمازالت مصر روضان يبا اسم مبرحتنا اللي هو؟ أي فهي واتركب له ذلك في النحو الضمير المستهدى في البلاغة بنعتبر موجود يعني هنا مبرحة مصر روضان مبارحة هي يعني روضا صح او لا وتركب لكده في النحو الحاجة المحزوفة او الحاجة المستتر يعني دي في البلاغة كأنها موجودة اينا في البلاغة شبهنا مصر بالرود مصر بالجنة تشبيه بليغ يبا الاجابة الصح تكون تشبيه بليغ يبا مجاز مرسل وتشبيه بليغ الغرض من الاستفهام في البيت الاخير طبعا بيت الاخير بقول هل في بلد زي مصر لسه الناس مش بتمشي منها يعني هل في بلد زي مصر أصلا طبعا ايجابها تكون ايه تكون لا والتركب يكون عندك اسلوب استفهام والاجابة بتاعته نفي لا يعني ساعتها الغرض بيكون ايه بيكون النفي يبا الاجابة الصح تكون النفي والاستبعد المحسن بديف البيت الالت هنا في ايجابتين ينفعوا حسن تقسيم تنفع وجناس غير تام تنفع وجناس ناقص لو كيسة بيت الالت بقول لك ايه بقول لك ملء الجوانح ما به دخل يوم الحفاظي وما به دخنوا الاتنين متقطعين زي بعض اسمه حسن تقسيم وعندها دخل ودخند اسمه جناس ناقص او جناس غير تام يعني يبا الاجابة الصح حسن تقسيم وجناس غير تام دي غلطة من الكتاب هنا في ايجابتين ينفعوا غرض الابيات السابقة طبعا دي غلطة من الكتاب المفترض العاطفة في الابيات السابقة العاطفة ايه بقى الشوق والفخر والعجاب الامل والطموح الشكور والانين مدخلا الحوار دارة بين رجلين اتنين بيكلموا احدهم حريص يزعم انه فضل الشحة والانانية لساعة عقله يعني واحد اه اناني واحد بخيل بقول البخل اللي لنا فيه ده زكاء مني والتنين بقول لا ده فقر اصلا انت فيه ده عبارة عن فقر في هنا بقى الكاتب جايب ايه جايب الاتنين اللي بيكلموا بيقولوا ايه الم اقل لك مهلا الاولين بيقول كده الم اقل لك مهلا فالناس لقم وشر فهم من العطف يصفروا لو كنت تعلم علمي لما اصابك ضره التاني بقى هيرد علي بقوله نعم نعم قلت هذا انت قلت كده اني بذك مقر انا مقر بذلك وانت عندي طفل مع كل اللي قلته ده انت مجرد عيل صغير لسا ما يعرفش اي حاجة جاهل وانت عندي طفل وانت عندي غر الغر ده هو ايه اللي هو من يعني خدع اذا خدع يعني يعني الشخص يبين خدع على طول اللي هو طفل يعني كده طفل صغير غير مجرب ما يعرفش اي حاجة واحد جدا لسا ما تجربش اي حاجة في حياته لسا جديد مبتدئ هما لقولك وزن ولن نصحك شكره انفقت عطفك قبلي واذاك يا صاحي فقره اللي انت فيه عبارة عن فقر كمحكمة هي جهل وغفلة هي فخر صلى الله عليه وسلم لا يا سلام المعدة قيلة كلمة غر في البيت الخامس متكبر طائش مشهور غير مجرب هو قال له أين انت طفل وغر طبعا كلمة غر اعتبرني انت مش عارفها وانا مش عارفها وكلها مش عارف هنا حاولت السياق اللي عندك هو بولي وإيهم الأشب أنت عندي طفل أنت عندي عبارة عن طفل وأنت عندي عبارة عن غر غر دي مش فاهم لكن ركي زما ماه هو قال له أنت عبارة عن طفل مش فاهم حاجة يعني مش فاهم يعني مجربتش حاجة جديدة لسا مبتدئ لسا يعني جاهل أرى فاهم الشعر ان تغربت هنا للشعر بتاعنا الجديد ده ويعدي وازن ما بينهم يعني يعدي وازن ما بينهم لإسمه معارضة شعرية النسر الشعري يعني النسر لكن عطلية الشعر لكن ده برضو مش عندنا هنا عندنا أبيات عادية عندنا الشرمز الرمز ده جماعة قلنا مداسة الوقعية مداسة قبله مداسة المهاجر يوم بيستخدموا الرمز يبقى الإجابة الصحح تكون يا جماعة تكون الحوار الأدبي حوار طبعا جاي باتنين بيتحاولوا بيتكلموا مع بعض يبقى الإجابة الصححي الحوار الأدبي ما السماء غريبة الأبيات ولكن هذه عادية الوزنة هي قلقتي وليك الآن كثير من سماء المداسة ووسف مقفية مكننجزة الصاحبين تقسيم القصيد الح практиية أفضل لمقاطع هنا هنا لدينا أنتقسيم القصيد الحويار لازمنا الدماء لمية اسمية من سماء المدراسة الاجابية دفعية وانا افضل لدي واحدة مدرسة الاجابية منجزة صاحبين بال logicات المدرسة الان يتحرك بال الأحسام Grands ويبلغية اسمية الكثير من سماء المدراسة الاجابية. لأنize قامت بتقسيم عليكم يا شباب. هو قال ألم أقل. صح؟ ده أسلوب إنشاء نوع استفهام. واستفهام منفي. هنا الهمزة عدد استفهام ولم دي عدد نفي صحة ولا استفهام منفي. قلت لك بكي استفهام منفي يكون غرضه التقرير. لكن اوعى تختار التقرير هنا. ازاي يا محمد مش اختارها ليه. عشان هو قالك مش عايز غرض الاستفهام. بص بقى اللعب. وقالك غرض الامر. عشان كده يا جباعة قلنا نركز في السؤال بالله عليكم. ما غرض الامر. طو فيه εδώ الامر هنا. كلمة مهلا. مهلا دا اسلوب مهلا دا اسمه اي ee اسم فعل امر؟ اسم فعل امر معنا اي؟ معناه تامهل. يعني ما بقول لك مهلا يعني تمهل. يعني ما بقول لك ماهلا دا اسم ايه؟ اسم فعل. يبب عن الل�ぃ يا جماعة دا هو ايه؟ دا هو الامر. يبب هنا ما غرض الامر في قوله مهلا ما قال له ماهلا يعني اصبر شوية. هنا الشاعر بينصحه. يبقى لي جيبه الصحة تكون النصح. يبقى ليك يسماعي بالله عليك. مش قول ما تشوف استمامة من في تقول عطوب تقرير لأ. شوف هو بيسألك فيه اصلا. شوف هو بيسألك في ايه. هنا الكاتب بيأمر صاحبه. بقول له مهلا اصبر شوية. طبعا بينصحه ويبقى ليه جابه صاح تقول النصح. بصوله بينافي قولية وما لقولك وزن. الكلام بتاعك ده ما قالوش اي وزن. ما قالوش ايه ما قالوش اي وزن. طبعا استعالة ماكنية صورنا القول بشيء مادي له وزن. لكن مافيش استعالة ماكنية. مش هينفع. يعني مش هينفع السعادة الصحية. مافيش مجالس مرسل اصلا. يبقى ليجابه صاح تقول كناية عن صفة. كناية ايه كناية عن صفة. ايه الصفة دي اللي هو الاهماال. يعني لا مبلاة. بقول القولة ده ما لوش اي لازمة. ما لوش اي وزن. يعني بيستخف به. طيب حلو اوي. كناية عن صفة. وكلمة وزن جات ناكلة دي. طبعا جات ناكلة للعموم يا جماعة. يعني اصدق حاجة معينة. سحينا بقول تخصيص. انما هنا عموم وشمول. مش اصدق كما معينة. لا امروش اي اي ايمة. اي ايمة. يبقى ليجابه الصحة جماعة تكون هي هتكون العموم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. المحاسة اللي بدي في بيت السابع. جناس. طباق. تورية. حسن تقسيم. نجي بيت السابع جماعة. بقول لي بيت السابع. بقول انفقت عطفك قبلي وذكي يا صاحي فقر. طبعا كيمة فقر. عكس كيمة انفق. واحد ينفق ويصرف تاني عكسها فقر يقوم بانتين عكس بعض يبقى لجابة الصع تكون تبقى راقد الشاطر التاني بالأول البيت التاني البيت التاني قال لك ايه يا عملي حاجة؟ قال لك لا توليهم منك عطفاً ليه الكلام ده؟ لأنهم من العطف صفره يبقى فهم من العطف الصفره تتعليل لما قبله ليه؟ لأنهم من العطف صفر يبقى لجابة الصع تكون تعليل لما قبله يوجد الحكم على موسيقى الأبيات بأنها صاخبة هادئة مفتعلة منعدمة والتجاب يكلم موسيقى الصاخبة يعني بالاخر كيجب مع الموسيقى الصاخبة يعني الشاعر استخدم ايه استخدم حاجات كتير او بتعمل موسيقى يعني مثلا وليت الابات كلها فيها وحدة الوزن والقافية وفيها حسن تقسيم كتير اوي وفيها موسيقى عالية مثلا فيها ايه القافية نفسها يعني صوتها عالي يعني مش جايب حروف خفيفة مش جايب سكون مش جايب مثلا سين صاد مش جايب حروف الهمس دي لا جايب حروف صوتها عالي وجايب مثلا حاجات كتير بتعلي الموسيقى مثلا جايب اه جناس كتير جاي او تقسيم الكثيراً او تعمل موسيقى لها. سيكون موسيقى صاخبة. ينبقى و الأبيات عندنا فيها وزنة قفية حالي و و مفارشات كثيرة في جرس موسيقي و يعني جرس الموسيقى قليلة. يبقى موسيقى هادئة . يبقى يجب الصفحة موسيقى هادئة. يعتمد تكوين الفني الداخلي لأبيات تدركز معها هي تكوين الفني الداخلي. يعني الأبيات متكونة من الداخل . طبعا واحدة وزن القفية ليس ينفع لها لان من الخارج واحدة وزن القفية ليس بينا من بره اعتماد على السطر الشعري غلط لان اعتمد الأبيات التنوع في الغرض الشعري برضو غلط الشعري لديه غرض واحد في القصيدة لم يكن هناك أغراض متعددة يبال يسع لكم قوة الخيال وإيحاء اللفظ طبعا الإيحاء بتاع اللفظ يسمع من السمات الداخلية للقصيدة قال أبو القاسم الشبي قال لي بقى وقالت لي الأرض لما سألت الأرض قالت لي أيا أم هل تكرهين البشر؟ هو أول سألها أيا أم هل تكرهين البشر؟ يا أمي وأنت تكره البشر؟ فها ردت عليه قايت له وباركوا في الناس أهل الطموح أنا بحب في الناس أهل الطموح ومن يستلزوا ركوب الخطر الناس بتحب تركب الخطر الناس بتحب تجاهد وتمي حاجات صعبة ومستحيلة وألعنوا من لا يماشي الزمان بحبش الصخص الجامد وهو متجمد كما بيجدتش ويقنع بالعيش عيش الحفر هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر فللأفق يحضن ميت الزهور يعني الجو والأفاق مش بتحضن الطيور الميتة ولا النخل ولا النحل يلسم ميت الزهر يعني النحل مش بيحب الزهور الميتة يعني أصدر كون مفهوش مكان للشخص الميت الشخص اللي قاعد كان مش بيجدد من نفسه العاطفة مستطرة على الشاع الحزن طبعا غلط التفاؤل برضو غلط الغضب برضو غلط اللي هي بساطة تكون دال التقدير والعجاب ممزوج بالتحقير هنا الشاعر معجب بالشخص النشيط ومحتقر للشخص ايه محتقر للشخص الزليل او الشخص الوضيع الشخص الخامل الكسلان يعني الارض طبعا محتقرة للشخص ده ومعجب بالشخص ده يبدو بساطة تكون التقدير والعجاب غرض استفان في قوليه هل تكرهين البشر؟ بيقول لها في الاول يا امي هل انت بتكرهي البشر؟ هو انت كرهنة ليه من الاخر انا احس انت كرهنة جاء فهي بتقوله لا مش كرهاك وانا يا ابني بحب الناس النشيطة وبكرها الناس الخاملة فهنا طبعا يأس وحيرة طبعا غلط يأس وحيرة ده والشعر عنده يأس هنا فيش يأس بس بيسألها بيقولها هو انت ليه بتكرهي البشر؟ ما فيش غضب وثورة الشعر ما كانش غضبان منها وحتى قالها يا امي طبعا ده يحب الود فيه وودة بينهم ما فيش غضب نفي واستبعاد غلط نفي واستبعاد ده لو الاجابة لأ وهي ما جاوبتش بلأ هي جاوبت وقالت انا بحب مين وبكرها مين؟ يبقى لجابة صاحبها تكون اللوم والعتاب اللوم والعتاب هنا كان بيه لومها او بيه عتبها يقول لها هو انت ليه بتكرهي البشر من الاخر كده فبتقول له يا ابني انا مش كرهيهم فبتقول له بقى انا مش كرهيهم ليه وبحب مين؟ يبقى لجابة صاحبها اللوم والعتاب ادلاع الشعرية التي يمكن استنبطها من بيت الخامس البيت الخامس يقول ليه؟ فلا الافق يحضر ميت الطيور ولا نحلو يلسي ميت الزهر يعني الكنفوش مكان لحد ميت لان تنظر النجاح الا بالانفاق المادي طبعا دي غلط خلص بعيدة فيش اي حاجة علاقة بالانفاق المادي العزة والانفة من صفات الطمحين برضو غلط الحياة مليئة بالمخاطر برضو غلط لما كان للخاملين في دنيا الامجاد يعني الناس الخاملة او الكسلان ملاهمش مكان في الدنيا يبقى الاجابة الصحة تكون دال سيد الجماعة الصلاة بينافي قول الشعر يحتقر هو قال لي الكون حي يحب الحياة ويحتقر طبعا استعالة مكنية صورنا ايه صورنا الكون بانسان يحتقر يبقى تشخيص يبقى الاجابة الصحة تكون تشخيص صلى الله على سول الله عايز صلاةه نخش على الادب الادب سهل جدا وبسيط الادب بيجي بالطريقة دي في الامتحان شايفين الطريقة دي الادب بيجي بالطريقة دي بيجي بالفهم لازم تفهم الادب قال العقاط في قصيداته رجل المرور بيقول ليه انا راكب رجلي فلا امر علي ولا ضريبة وكذاك راكب رأسه في هذه الدنيا العجيبة مخال بايتاني يمكن معرفة نوع اللغة يستخدمها شعراء الدوان طبعا سؤال مباشر جدا اجابة بساطة لغة العصر قلنا قبل كده جماعة شعراء الدوان يستخدمون لغة العصر قال إلي يا ابو ماضي حي يصب على ربا لبنان حيث الهوى ومراطع الغزلان طبعا كاتب إلي يا ابو ماضي مدلسة المهاجر كان مولود في لبنان بيحب لبنان فهنا بيتكلم بيقول سلم لي على الربا بتاعة لبنان طبعا ده يدل على ايه عم الحاجة يدل لحنين الشعر الوطن وفينا سيقول ارتباط بالطبيعة لا مش هتباط بالطبيعة الكاتب من لبنان وبيذكر لبنان بيقول سلموا لي على بلاد لبنان سلموا لي على اهل لبنان اماكن الغزلان في لبنان اماكن الطبيعة في لبنان فطبعا ده لا يدل على اندماج بالطبيعة هو فيه اندماج في الطبيعة لكن مش هو ده المراد ده يدل على خصيصة مدلسة الالوه هي الحنين للوطن وديه أشهر سيمة عندهم يحنوا للوطن عرفت الكلام ده من اين؟ ان اللي بماضي أصلا من لبنان ودس في المهاجر وانا بقول حي يصب على ربا لبنان يبقى له يبقى صحة الحنين للوطن بيحن لوطنه لبنانهي للإيجابة الأدق والإيجابة الواضحة قد يلي عن تشار الرواية في الأدب المصري الحديث طبعا سؤال مباشر للإيجابة ستكون به إقبال الكاسرين عن الكتاب عليها بمصري يعني الكتاب كتير قوي أقبلوا على الرواية في الأدب المصري الحديث قال الشعر أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية كلمة واحدة بيت السباق وردت همزتها بطريقة غير صحيحة أصلي طبعا همزتها صح وصليتها فعلا مضارع إذا كانت همزتها في الأول وأدري نفس الكلام أثنتين أو أم فما تقول أثنتين محمد غلط جدا فما تقول أثنتين غلط ليه؟ يقول لك همزة وقالنا بكده أثنان واثنتين اللي همزة ألف يكون ألف وصل طبعا كلام ده غلط يا جماع ليه الكلام ده؟ أثنتين هنا ده استفهام بركز معي وهنا يقول أنا مش عارف لما صلي هل صليت اثنين وهل صليت ثمانية أثنتين صليت أم ثمانية فده استفهام يعني الهمزة هنا لإستفهام زائد كلمة إيه زائد كلمة أثنتين حلوة قوي والتلك هي بكده لهمزة لأن عندك همزة القطع في الأول وبدأ ألف وصل ساعتها بتعمل إيه؟ بتشيل الوصل ده خالص وبترسل مكانها همزة همزة القطع يبقى لإجابة صح تكون هي تكون أثنتين بالشكل ده طبعا إجابة صح تبقى دال أم طبعا أم ده حرف والحروف كلها يعني يعتبر للحروف كلها ألف أميزة يبقى لإجابة صح تبقى أيها؟ ستبقى دال كلمة واحدة بيطت الصابقة وردت همزة لا، السؤال بعد نقط الله وأنتم موقنون بالإجابة طبعا بيكلم ناس، وانتم موقنون بيكلم ناس جماعة يبقى نقول إدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة طبعا ادعوه ونحطه هو الجماعة يبقى لإجابة صح تكون إيها تكون؟ جملة واحدة مالي صواب نحويا لا شك ان سمة الساتيزة تعبوا- سمة تافادوا طلابهم انصلاح الاجابة الصح هذا اكتب لا جدا لا شك ان سامت pockets ان سمتisan تاعبون terms انصلاح الى تافادي طلابهم انشاء الى اصدودICA وت Dinner وتفعبوا حيث بها هامزة على كاملةologية المهم يعني لا جدا انصلاح الى الاجابة الصح Ti Bo很好 صلى الله عليه وسلم لكن هناك فرق بين سمت و سمت سمت اللي هي تهي يا جماعة دي تهي لها على شكل طبق دي دي معناها سمة يعني ما معناها سمة؟ يعني يقول لي مفيش شك ان فيه أساذة تعبوا وبعدها أفادوا الطلاب ثم أفادوا الطلاب إنما سمت اللي معناها هناك ما معناه؟ هناك طبعا ده ظرف يقوم المؤذن ليقيم الصلاة طبعا قام يقوم قياما قوم قياما يبقى أقامة قياما ده مصدر ثلاثي إنما يقيم لو أقامة يقيم إقامة مصدرها إقامة يبقى الإجابة الصلاة للأولاد هتكون قيام وهتكون إقامة صلى الله عليه وسلم يعجبني كل هؤلاء الطلاب طلاب العلم المجتدين عند البناء الجملة المجهول تصل إيه؟ طبعا يعجبني يبقى كل ده الفاعل لما نبنيها مجهول هنحزف الفاعل هتقول أعجب يعجبني؟ هتبقى إيه؟ هتبقى أعجب أعجب بهؤلاء الطلاب أعجبه بهؤلاء الطلاب ما ينفعش أعجبه هؤلاء ما ينفعش أعجبه هؤلاء طبعا أعجب ده مش تنفع خلص وخبا كلمة أعجب هنا جايب عليها فتحة جايب عليها فتحة طبعا ده غلط مفروض أعجب ده فعل ايه؟ فعل مضارع عادي فنجيب أخر ضم مرفوع ما ينفعش حاجة تنصبه فأصلا النص بده غلط يبقى طبعا ده مش تنفع خلص يعجبه كل طبعا مش تنفع خلص لذكر الفاعل هنا ما ينفعش نذكر الفاعل قلنا بدينا الجملة للبناء المجهول يعني حزفنا الفاعل أصلا يعجبته مش تنفع عشان ماضي يبقى اللي جايب الصح هتكون دال يعجبه اللي جايب الصح هتكون دال احرص على أن تكون علاقات جيدة بينك وبين جرانك عايز نشيل كلمة تكون وحط مكانها مصدر مؤول هلقول أن تكون ولا أن تتكون ولا أن تكون ولا أن يكون الاوازن يفعل للماضر منها هيعمل حاجة؟ أو الفائلة الاصل المضالة منها هيكون دالما أقول مثلا هيما؟ كلمة تكسر المضالة منها هيكسر صحة أو no؟ تكسر نفس الكلام يبقى يكون أو تكون المضالة منها هيكون يكون او تكون يبقى ليجاب الصح يا جماعة تكون هيكون احرص على أن تكون علاقات جديدة كلمة تكون الوازن تفعل هتمين لما الماضر هيبقى ايهها هيبقى تكون الاوازن تفعول وارجع معي الحلقة التي شرحنا فيها المصادر حلقة جميلة جداً شرحناها على القناة يبقى يازل أصلاً تكون مذاكر أوزان المصادر الخمسائية مش تكون أحافظهم يا تكون أعرفهم بس وحاول تجيب كلمة شبه كلمة الطريقة دي جميلة جداً مثلاً جماعة كلمة تكون على وزن تكسر زي كلمة تكسر كده فكلمة تكسر نتمنى الفعل هيبقى إيه؟ هيبقى يكسر تكسر صح أو لا؟ يبقى نفس الكلام تكون يبقى يجيب كلمة شبه كلمات فأهمين قصدي؟ يجيب كلمة شبه كلمة في درف المصادر اشان طريقة سهلة جداً ت packing بها واردة كلمة مساعدة مع رباء علامة فرعية مقدرة ولكن هي العلامة فرعية علامة فرعية يعني مايه؟ قل sub هكذا عندما تترفع بأي حاجة غير الضمة عندما تترفع بأي حاجة غير الضمة وتنصب بأي حاجة غير الفتحة وتجر بأي حاجة غير الكسرة وتجزم بأي حاجة غير السكون دي كلها علامات فرعية. فهمين قصدي؟ يبقى هنا ركز معي عمل حاجة لفريق الكيان مساعين. ركز معي كلمة المساعي ليش المهمة جدا. كلمة مساعي يا جماعة تتكلم بكده. مساعي ده اسم منقوص. قتلك بكلمة اسم منقوص لو مرفوهش ألف ولام. وبعدين مفيش مضاف إليه. وجامع جرور أو مرفوع بنحذف منه ليه خالص. وبنعود ده أنا بتانوين عوض. مساعين تانوين اسمه تانوين عوض. حلوة قوي. ركز معي عمل حاجة. يبقى كلمة مساعي ده ممنوع مصرف. ليه؟ جمع تكسير. بعد الألف ادعته فيه حرفين. لديه حرف الجانب Lin Med hesine. حين نجحب قوي. لفريق كيان مساعي. طبع. يبقى مساعي هنا مبتدأ مؤخر فلي كيان. ايه مساعي. فين عندها الخبر شبه جملة ومبتدأ ايه؟ مبتدأ ناكرة. فكيد مساعينا مبتدأ مؤخر مرفوع على مترافعه. اتضم المقدرة. طبعا مرفوع بالتضمة. يعني مش علامة فرعية. مش هينفى. يبزل فريق كيان مساعية. طبعا مساعية مفعولهم بيه منصوب عنصوب الفتحة. مش هينفى. منصوب بالفتحة. مش هينفى. يبزل فريق كيان الجهدة في المساعي. المساعي اسمه جرور. معلما تجره الكسرة المقدرة. برضو مش هينفى دي مش علامة فرعية. اللي يبزل فريق كيان الجهدة في مساعين. كبيت مساعي اسم مجرور. علامة جره ايه? علامة جره الفتحة المقدرة. ليه فتحة يا محمد؟ كبيت مساعي على النوع الصرف. هل فيها اليف ولام؟ لا ما فيهاش اليف ولام. هل بعدها فيه مضافة الي? لا. يبقى مجرورة وعليما الجرها يعني ايه مجرها الفتحة. ولكنك بيكون النوع الصرف لو ما انفيهوش الف ولام لو جاء مجرور يعني ومفوش ألف ولام. وعندين فيش مضاف إليه؟ بأن مجرور بالفتحة. يبقى الإجابة الصح مجرور على ما تجرؤوا. يعني ما تجرؤوا الفتحة المقدرة. طب ليه مقدرة؟ عشان أصلا حزفنا ليه؟ حزفنا ليه؟ حزفنا ليه عشان اسم منقوص. سؤال حلو قوي ودخل فيه أكتر من درس. صلى الله عليه وسلم. متى تحلى قلب الأمهات بالرحمة فسوف يعفون عن المسيء. عند حزف سوف. لك يا سماعي بالله عليك. متى تحلى حلو قلبه مات بالرحمة فسوف يعفون. هنحز فيه ناس هتقول لك إيه؟ هنحزف سوفة. هلو قوي هتقول إيه؟ يعفوا على طول حنحزف فيها النون. غلط يا جماعة إيه ده؟ غلط يا محمد إزاي؟ أقولك ليه لك يا سماعي بالله عليك. النون دي اسمه نون إيه؟ نون نسوة. يعني يعفون ده عربوا إيه صلى الله صل الله عليه الصلاة والسلام. يعفون فعل مضارع مبني. مبني على مبني على السكون. ليه؟ لاتصالحه بنون النسوة. قلت لك بكده فعل مضارع بيكون مبني. إمتى لو تصب بنون التوكيد أو نون النسوة؟ طيب هي متصل بينون النسوة يكون مبني على السكون حلوة قوي لما نجزمه هيكون برضه مبني على السكون في محل جزم طيب لما نرفعه هيكون برضه مرفوع هيكون مبني على السكون في محل رافع طيب لما ننصبه هيكون مبني على السكون برضه في محل نصب يا بالله عليك ركز معي الفعل المتضلع المتصل بينون النسوة لو جبت قبلية أداة نصب أداة جزم أداة رافع يعني خطه مرفوع أي حاجة برضه هيفضل مبني على السكون زي ما هو يكون برضه مبني على السكون اتصاله بينون النسوة هتقول بس في محل جزم في محل رافع في محل نصب يبطباً الجاب الصحي يا أولاد هتبقى زي ما هي هنشيل بس في صرفها هتبقى زي ما هي تنزل كلها زي ما هي متى تحلى قلب ومات بالرحمة يعفون عن المسيق طب فيه ناس تقول يا محمد غلط ليه هفوت تحزف حرف العلة تقول متى تحلى بالشكل ده غلط يا جماعة ليه حرف العلة بنحزفه بفعل مضارع المجزوم ده فعل ماضي تحلى فعل ماضي مش هنجزمه أصلا يبالي جاب الصحيح تقول متى تحلى قلب ومات بالرحمة يعفون عن المسيق لك يا جماعة بنحزف حرف العلة في الفعل المضارع المجزوم مش في الماضي ما قرأته ما الكتب فهمته إلا القليل لك يا جماعة بالله عليك مش أول ما تلاقي ما في أول الجملة تقول ده نقص من في عطول وتخش في الإعراب لا غلط يا جماعة لك يا جماعة ساعات ما بتكون معنى اللذي زي الجملة دي هنا الجملة دي ما هنا بمعنى اللذي أصل الجملة إيه ما قرأته ما الكتب فهمته يعني إيه يعني اللذي قرأتهم الكتب فهمته اللي بتقرام الكتب بتفهمه بس ده أسلوب استثناء نوعه إيه نوعه تام خلي بالك ده مش منفي خلص ده تام مسبت كمان مسبت مش منفي ليه مش منفي عشان ما هنا أصلا ما وصوله بمعنى اللذي مش منفية يبقى طبعا يا جماعة في الأسلوب التام المسبت اللي بعد إلا بيكون يجب نصبه بيكون مستثنى يبقى الإجابة الصح تكون يجب نصبه جملة واحدة بميالي الصحيحة كونة الأدنين إلى فعلي الخير طبعا غلط ليه الكلام ده بفوت كونة بتكلم اتنين والأدنين ده جمعة مش مسنة يا مش هينفع ماشي كونة الأدنيون برضو مش هتنفع ليه كلمة أدنى جمعها أدنونة عطوهم ما فيش أدنيون دي يا برضو بيها مش هتنفع طيب كونة الأدنيين مش هتنفع كونو ده جمع والأدنين ده مسنة اتنين أدنيين اتنين يعني مش هينفع ماشي جمعة مسنة هاتس الوقت يعنيqi بshield كونوا الأدنين أو كونو الأدنين يعني إلى فعلي الخير بتكلم جمعP كونو الأدنين إلى فعلي حقق أسلافونا إنجازات غير مسبوقة لا حسب لها المحال الع 하나�بالج جملة لحسرة لها لك إذرا آي أبلanie عليك حقق ميني حقق أسلافونا يبقى أسلافونا حقق أسلافونا به منصوب. يبقى انجازات دي نصب. لك زمانة انجازات. طب ليه يا محمد فيه كسرة هنا اما يا ابني ده جامعة مؤنس السالم وتجبه جامعة مؤنس السالم بيكون منصوب بالكسرة. المهم يعني. يبقى انجازات دي نصب. غير مسبوقة طبعا غير دي نعت. ماشي. غير مسبوقة لا حسرة لها. هي ايه اللي لا حسرة لها? توصف مين? بتوصف الانجازات صح ولا بتوصف الانجازات اللي هي منصوبة. يبقى جملة لا حسرة لها جملة في محل ايه? في محل نصب نعت. جملة ن منعطا. يبقى لك جمعة كمية انجليزات كنت منصوبة. يبقى لها حصل لها برضو هتكون منصوبة. ننسى ما كان. يعني ننسى الذي كان لنتفرغ لما يكون. لك جمعة جمعة برضو ما هنا جماعة موصولة. لك جمعة بالله عليك مش اول متلاقي ما في الامتحان. تقول نافية لا ما هنا موصولة. فاكتبها عندك الذي يعني شلها ويكتب عليها الذي. يعني ننسى الذي كان لو حسنتها وحدتها من كان لهου هتالجول لماشي عادي. ننسى الذي كان ليه اللي نتفرغ لما يكون للذي يكون يعني. هلو اوي. يبقى هنا يا جماعة في ناس او ما تشوف هنا مكان عطول كون منفي اقولك اه اوب كان منفية يبقى اللام هنا دي لام ايه لم جحود? ايوه الله عليك. يبقى اللام هنا لام جحود يبقى تفرغ في مدارة منصوب بلم جحود. غلط يا جماعة. لام الجحود يبتجي مع الكون المنفي كان منفية. لكن دي مش كان منفية. دي كان وقابليها اسم وصول عادي خلص. يبقى ننسى الذي كان. ليه? ايه بتنسى اللي كان؟ عشان نتفرغ للي هيكون عشان اللام دي لام تعليل يبقى اللي جاء بالصح نتفرغ منصوب بلام التعليل صلى الله عليه الصلاة والسلام اعرب فاطن راهب طبعا أصل الجملة هو راهب حتى لو بدأت الجملة بكلمة ناكرة مرفوعة اللي هو الخبر يبقى أنت حزفت المبتدأ يبقى أصل الجملة هو يبقى هو لمبتدأ فين الخبر؟ راهب يبقى أول شيء هو راهب راهب في الدلوع ماله كمان للسفن فاطن أصل الجملة ايه ذات معي هو راهب في الدلوع فاطن للسفن يبقى كيلةkę عربها ايه العربها خبر ثاني يبقى كيلة рублей وoise نتبق하게 خبر ثاني قبل كده الخبر هاتية الممكن نعدد الخبر في الجملة بعد الجهة بساطخكم ي variation تخبر ثانية قال مطران ساول على صخرا أصم وليتَ ليغ قالبا كهذه الصخرة الصمائية يحتوي لبيت الشاعة خلاه ماprendعه مثلا ممنوع مناوم الصرف عندنا أصام صيفه على وزن أفعل أصاما لكنها كائمة أصامممممممممممممممم مشاكر بالتبقى فك--"ّشد Ded." بقول كاملا صيفه على وزن أفعل ممنوع صرف وكاملا وكاملا ينتج البشر أسم منقوس وبدل مطابق طبعا عندنا بدل مطابق هنا عشان كيمة هذه ينت EST�� الصخرة وتكب كده الاسم المشار المعرف بقل بعد اسم الاشارة يعني بيكون يعمل حاج بيكون بدل مطابق حلو اوي وعندنا اسم منقوص ثاوي ده اسم هي اسم منقوص عندنا خبر شبه جملا في محل رفع شايف كلمة ليتا ليتا قلبا ليه طبعا قلبا ده اسم ليتا وليه ده خبر ايه خبر شبه جملة حلو اوي عندنا كل الحاجات دي لكن معلاش اسم ممدود همزيته منقلب عن اصل عندنا اسم ممدود اللي هو كلمة صماء لكن همزيته زائدة للتأنيس يبال اجابة الصح هتكون جيمة علي سين كتاب كيان للطالب السنوية العامة اذا احبك الف شخص انا منهم واذا احبك شخص واحد فهو انا فقد حسابته نفسي الف حساب حتى اتقدم لك النفع تحتوي المقوص السابقة على حقوق نحوية صائبة عدد اسمتين طبعا هنعدي السؤال ده عشان الامتحان بتاعك باللوقتي بيجيش بالشكل ده امتحانك بيجيب اربع اختيارات من اختار منهم واحد مفيش شغل اختار ايجابتين ده تلغى يبقى انا عندي السؤال ده عشان ايه مش مفيد 76 قال الشاعر ليس الحجاب بمقص عنك لي املا ان السماء ترجى حين تحتجبه ده كيزمائي توجد الحقاق النحوية التالية في البيت الصباح معادة واحدة جملة في محل جر طبعا دينا جملة في محل جر هنا ليه هو قالك ان السماء ترجى حين تحتجبه طبعا حين ده ظرف ظرف حين ايه حين ظرف حلو اوي والجملة اللي بعد الظرف تكون ايه بيكون محل جر مضاف ايه حين ايه حين تحتجبه يبقى احتجب جملة في محل جر مضاف ايه ماشي يبقى صح حرف جر الزائد برضو صح عندها حرف جر الزائد ليس الحجاب والحجاب اسم ليس بمقصن طبعا الباقي هنا حرف جر الزائد تصل بخبر ليس يبقى عندها بمقصن حرف جر الزائد خبر مفرد لناسخ لك اسمائي كده ان السماء ترجى ان واسمها لكن خبرها جملة فعلية يعني مش هينفع تتدور حاجة تانية كده ليس الحجاب مقصن اه تنفع دي لك اسمائي ليس الحجاب الحجاب اسم ليس حلو بمقصن ده خبر ليس لكن اسمائي خبر ليس مالو ده خبر ليس مفرد عادي اذا ده مش شبه جملة لا ده مفرد ازاي يا محمد قلت لك كده لما تلاقي حرف جر الزائد حرف جر زائد متصل بالكلمة اللي عندك بتكون مفرد عادي ما بتكونش شبه جملة يبقى عندها خبر مفرد لناسخ يبقى لايابا ستكون دال مفعول لاجلوه مفيش مفعول لاجلوه ليس الحجاب بمقصن املا عنك ليه اما ربما مفعول به منصوب لاجلوه مقصي ما عنده مفعول لاجلوه يبقى لاجلوه الصح تكون دال يا طلاب العلم نور يا طلاب العلم نور يا طلاب العلمي العلم نور المنادة بالتركيب ركز معي على حاج نوع المنادة هنا يا طلاب طبعا ده ما بين اول منادة ايه منادة نكرة مقصودة منادة نكرة ايه نكرة مقصودة طبعا نكرة مقصودة بيكون ايه بيكون مبني يبقى نكرة مقصودة مبني حلوه يا طلاب العلم طبعا ده منادة ايه منادة مضاف بيكون ايه بيكون منصوب حلوه يبقى عندنا مضاف ومنصوب طبعا غلط وقالنا ده مبني اللي هو يعني ناكرة مقصودة مش هينفى ناكرة مقصودة حلوة قوي لكن مبني غلط طلاب العلم مش مبني بيكون معرب طلاب العلم ده مضاف صح ولا يعني معرب مش هينفى مضاف ومضاف غلط يبقى اللي إجابة بصدركم مبني ومنصوب طبعا ده مبني وده منصوب إعراب ذا ركز معي فالأصول الله عسى الصلاة من يترك الشر خوفا من معاقبة فليس يحسب ذا فضل ليس يحسب يحسب ده فعل مبني المجهول رجع جملة أصلاق عشان تعرف تعلم احسبوا زا فضل او مثلاً يحسبوه الناس إذا فضل المهم يعني أي time يحسبوه الناس هذا فضل نخله مثلاً يحسبوه الناس هذا فضل يحسب ده فعل مضارع والهاء ده مفعول به Nap люس هلو ولا ما الهيحسبك الناس؟ يبقى الناس ده فعل الناس بيحسبوك صاحب فضل ي soundtrack d Jooزياز 지난 مفاول به الثاني هذا، هذا مفاول به الثاني هذا مفاول به اول هذا مفاول به ثاني طبعاً ب 2016 فعل تنصل المفاولين when ار мойس في الفاعل تبقى تحسب ماشي تحسبوا أنت يبقى طبعا الهاء هنا تبقى أنت لو ضمين مستاتل يبقى تحسبوا أنت أيها نسبة حسابك إيه زا فضل يبقى زا برضو عربها هيئ مفعولهم بي ثاني زي ما هي يبقى كيف يزا جماع زو وزا وزي ده اسم الأسماء الخمسة يبقى كيف يزا زي ما هي مفعولهم بي ثاني قبل كده مفعول بي أول بيتحول لأنها يفعل ومفعول بي ثاني بيكون إيه مفهول بي ثاني بيكون زي ما هو مفهول بي ثاني يبقى اللي جابه صح مفهول بي ثاني منصوب اسم إشارة المحلة رفع مش ينفع اسم إشارة طب ليه محمد مش زا سعى بتكون اسم إشارة أيونا معاك بتكون ساعات اسم إشارة لكن قلتك وتلخبط ما بينهم تعمل ايه كلمة زا دي تشوفها هل معنى صاحب ولا لا لو معنى كلمة صاحب أعرف انها زو وزا وزي اللي هي يعني ايه من الأسماء الخمسة يبينها لأصل الجملة ايه فلايس يحسبه صاحب فضل وإن فضل الناس مش هتحسبك صاحب فضل طبعا صاحب جملة ماشي عادي يبقى طبعا مش ينفع اسم إشارة يبقى اللي جابه صح مفهول بي ثاني كثير معلمين منصفين أشاهدوا بكتاب كام الجملة تعبر عن معنى الصدق طبع قال ليه الكثير من طبعا تلك اللي يعبر عن الكثرة كم الخبرية مش كم الاستفهمية يبقى كام معلمون غلط طبعا يتميز كام الخبرية يكون مجرور يمعلمون غلط معلما منصوبة غلط معلمون غلط اللي جابه صحيح تكون دال كام معلمين كلمة واحدة مالين نكشف عنا في مادة الدورة كلمة واحدة من دول مش بنكشف عنا في مادة الدورة الدار طبعا الدار جماعها دور ديار دور يبقى يكشف عنا في مادة ما في مادة الدورة الاستدارة اللي هو الدائرة دائرة يدور الشيء يبقى استدارة دورة برضو يبقى معانا كلمة الإرادة إدارة يدير المكان آداره دوراً دوراً الشخص سيدور المكنة ويدور الشغل وهي يدور الشغل يبقى دورة والدينا كلمة كلمة الادارة كل دول دورة 되는데 المادة مشهورة كلمة الارودة ريا ده يريد ريا ده يبقى نختار الارادة لو اعجبك ر Being Poll تنسى التشترك وконود وتنشر المقطع بين صحابك عشان ندى ان نكمل محتوى الهادف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا يليها الا انت نستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته